السلام عليكم طلوع الطالبات صف الثالث الهدادين نكمل مع بعض حل واشرح كتاب جم الوحدة التمنى الدرس الثالث والربع. طبعا السؤال الاول عندي هو read and complete. قطعة صغيرة كده بقراها على مهلي وترجمها. وابدأ اترجم الكلمات اللي فوق دي لان من خلال الكلمات هبدأ احل القطعة. هنا شباب بيقولي I read a lot about Egyptian handcraft. يعني انا اريد كتير جدا عن الحرف اليدوية المصرية. بيقولي not is an Egyptian craft. يبقى هنا شباب هو عايز اسم حرفة معينة. هبص عندي فيه الكلمات اللي فوق بيقولي اي من الكلمات دي اللي بيكون حرفة مصرية. طبعا عندي كلمة weaving اللي هي حرفة النسك اللي هي نسيجة يا شباب. بعد كده بيقولي ان الحرفة دي that needs هي تحتاج time whatever to my good patience and practice to eat. وتدريب علشان طبعا تقدر تعملها. يبقى to بيقرار فعلة في المصدر يبقى to do. يبقى رقم اتنين عندي هتبقى كلمة do. بعد كده بيقولي the traditional not is still used to make the products. خلي بالك بقى ايه هي اللي لسه لغاد دلوقتي بنستخدمها في عمل المنتجات دي. طبعا عايزي يقولك traditional loom اللي هو شباب النول اللي بنادر يستخدمه اللي هي الالة اللي بعمل بيها المنسوجات يعني. بعد كده بقولي ده not uses materials such as lining cotton wool or sec. خلي بالك من بقى اللي بيستخدم the materials دي وهو شغال. طبعا ده شباب اللي هو النسك اللي هو بيعمل الحرفة دي اسمه طبعا weaver. يبقى الرجع مع بعض كده. رقم واحد عندي هي كلمة weaver. تمام? اسمه حرفة. رقم اتنين عندي do. do. رقم تلاتة عندي هتكون كلمة loom اللي هو النول. رقم اربعة شباب هتكون كلمة weaver اللي هو النسك. السؤال اللي بعده. بيقولي هنا an what is a machine. الالة. كلمة دي معناها الالة. that can be connected to computer. الالة اللي بتوصل الكمبيوتر. to make copies. بتخلينا نقدر من خلاله نعمل نسخ on paper or off the comments. خلي بالك. الالة اللي من خلالها بنقدر نعمل ورق من الكمبيوتر طبعا دي هو يقصد الطابعة. كلمة الطابعة يا شباب اللي هي كلمة printer. يبقى اللي اجاب عندي هتبقى printer. السؤال اللي بعده. بيقولي هنا. towns are connected by train and bus service. بيقولي هنا بقى the antinum. السؤال اللي هي معناها مضاعد او عكس. بيقولك مضاعد او عكس connected. اللي هي اتصل يعني. اتصلة is a. طبعا مضاعد كلمة connected. ان احنا اضطناها في الاول dis to be disconnected. يبقى دي حكسة. السؤال اللي بعده. if you not close or a carpet you make it by crossing threads. اللي هو الخيوط over and under each other using a frame or machine called a loom. طبعا اللي هو النول بنستخدم الحاجات دي كلها يا شباب في حرفة معينة. اللي هي حرفة طبعا النسج اللي هي كلمة weave. السؤال اللي بعده. خلي بالك ما تطلقبطش بين الكلمتين. wave اللي هي يلوح او يشاور اما اللي يجاب الصح اللي هي number d. بعده كان يقول لي to change the verb discuss into a noun. الفان اذا نحوله الاسم طبعا نحننضفه في الاخر i o n. اسمه discussion اللي هي المناقشة يعني. السؤال اللي بعده. انوات is a large net. شبكة كبيرة. used on fishing boats for catching fish. نستخدمها عشان نصطاد السمك. طبعا دي هتبقى شبكة صيد السمك. اللي هي اسمها fishing net. يبقى هنا بنستخدم ايا شباب في الموضوع ده. اللي هو fishing net. اللي بعده ووللي. she was surprised by the box. بيبدأ يسألني بقى هنا ويقول لي not is the same meaning. اللي هي نفس المعنى surprised. اي بقى الكلمة اللي لها نفس المعنى مدهش. اللي هي طبعا كلمة amazed. يبقى هنا شباب هتبقى عندي amazed. السؤال اللي بعده. يقول لي هنا if you add the suffix. لو بدأنا نضيف suffix معين. to love. لكلمة love you get an adjective. طبعا نحط لها في الاخر l y. علشان تديني adjective. تبقى lovely. يبقى هنا شباب. هنحط لها بس l y في الاخر. اللي هي تبقى lovely. السؤال اللي بعده. it's expensive to travel by plane. بيسألني بقى بولي ذا السننم. السننم معناها مراضف او معنى of expensive. اللي هي معناها غالي السمن. بولي معنى كلمة غالي ايه. بص عندي في الاختيارات هلاقي كلمة اسمها costly. يعني تكاليفه مرتفع برضو غالي التمن نفس المعنى. هنا بقى بولي weaving is a traditional craft. اللي هي النسيق ده حرفة تقليدية. بيسألني بقى بولي ذا antinum. اللي هي عكس او مضاد of traditional اللي هو معنى تقليدي. تقليدي اللي هو الشئ القديم يا شباب. عكسه طبعا كلمة modern. السؤال اللي بعده بيقولي هنا the noun for person from weave. طبعا الشخص اللي بيعمل النسج ده شباب is by ad. زي السابكس. الكلمة دي بقى لو ضفنا لها ايه هتتحول للشخص اللي بيعملها اي فعل لو ضفنا له er في الاخر غالبا بتحول لصاحب المحنة اللي هي weaver. الصفحة اللي بعده كده نكمل مع بعض برضو بتبدأ معي بسؤال read and complete تكملة القطعة. قطعة صغيرة كده بكملها من خلال الكلمات اللي فوق دي. بيقولي هنا a loom is a not that's used to weave close and tapster. خلي بالك اللوم ده اللي هو النول. عايز اقولك هو عبارة عن ايه? طبعا الشباب هو عبارة عن آلة. انا هقدر اقوله a loom is a machine. هو آلة بتستخدم في صناعة الملابس والمنسوجات. بعد كده بيكمل معي وقولي the aim of a loom is to make the weaving of a. خلي بالك النسيج ده بنقدر نحصل عليه من طبعا عايز اقولك من الخيوط. يبقى الآلة بيستخدم فيها الخيوط اللي هي كلمة threads. يبقى رقم اثنين عندي هكتب فيها كلمة threads. قولي هنا the shape of the loom may be different. ممكن تكون اشكالها مختلفة. hand not could only weave close. طبعا اللي بيشتغل على الآلة دي يا شباب. هم النساجون. يبقى عايز اقولك النساجون اللي بيشتغلوا على الحرف اليدوية دي. اللي هي كلمة wavers. هنا اقول له hand weavers. اللي هو من النساجون. وبعد كده بيتكمل معي وبيقول لي. اه if close needs. لو الملابس دي بتحتاج wider. طبعا هنا شباب خلي بالك بقى كلمة need. من الكلمات اللي عليها في اليونت بيجوا وراها two والمصدر. فعند هنا isolat needs to be. يبقى اللي جابة رقم اربعة عندي هتكون two be. نرجع تاني مع بعض كده. رقم واحد عندي هيبقى كلمة machine اللي هي بعناها آلة. رقم اثنين عندي threads اللي هي الخيوط. رقم ثلاثة عندي weavers اللي هم النساجون. ورقم اربعة عندي هتبقى two be. سؤال اللي بعد كده عندي هو سؤال الاختياري. سؤال اول بيقول لي. and what is a teacher whose job is to organize and manage work inside school. خلي بالك بيسألك هنا بقى مين هو اللي وظفته هو انه ينظم او يدير العمل داخل المدرسة. طبعا شباب اللي بنظم العمل ويديره هو head teacher. السؤال اللي بعده. بيقول لي the windows of my room were broken. بيبدأ يسألني بقى بقول لي the synonym. اللي هي synonym معناها مراضف او معنى كلمة broken. طبعا شباب يكسر دي بتساوي كلمة يحطم او يهشم. اول كلمة عندي unbroken. لا طبعا smashed اللي هي معناها يحطم. طبعا دي تنفع. damage you lift. تنفع. يبقى اختر اثنين مع بعض اللي هي الاختيار الرقم دي. اللي هو be you see. سؤال اللي بعده وولي هنا the suffix not can be add to print to get the noun. خلي بالك نحط الى كلمة print دي في الاخر هنا يحول هالي لي اسم. طبعا نحط لها er فيبقى معناها printer اللي هي الطابعة. السؤال اللي بعده. if there is a or a not about something people often try to reach a decision. خلي بالك الناس لما يحاولوا يعدوا يوصلوا لقرار معين. ده بيكون اسمه يا شباب ده بيكون اسمه مناقشة. المناقشات دي بنوصف فيها لقرارات معين. اللي هي كلمة discussion. لكذا بيقول لي هنا what is clothes or other material produced by weaving. خلي بالك هنا بيتكلم عن قطعة الفابرك. يبقى هنا الإجابة تبقى فابرك. سؤال اللي بعده. بيقول لي هنا شباب we can get the name of the people who live in egypt by add not to egypt. تخلي بالك كلمة ايجيبت اللي هي معناها مصر. لو ضفنا لها اي في الاخر هتبقى كلمة مصريين اللي هم الناس اللي بيقاشوا فيها. طبعا نضف له i a n اللي هي كلمة ايجيبتشان. السؤال اللي بعده بيقول هنا you can make lovely new handbags. تقدر تصنع عشونة يدوية from pieces of laser. من قطعة من الجلد. that factors do not use. بيسألني بقى بيقول لي the opposite. اللي هي معناها عكس او مضاد. of lovely. عكس كلمة lovely طبعا كلمة اه كلمة horrible. يبقى هنا شباب عكس الكلمة ديه هي كلمة horrible. السؤال اللي بعده بيقول هنا people will design phones that can use the latest technology. خلي بالك الناس بقدر يصمموا التلفونات بيستخدموا احدث technology. is the same meaning. نفس معنى latest اللي هو الاحدث. طبعا معنى ديه هي كلمة modern برضو لها نفس المعنى. السؤال اللي بعده we can change the noun form into another noun by add the prefix a. خلي بالك نطر نحول الكلمة form طبعا بإضافة re ديها يبقى هنا اسمها reform. يبقى حولها بإضافة re. السؤال اللي بعده بيقول هنا they used the plastic fabric to make not bags, chairs and small carpets. they have a lot of different bright colors. طبعا ده هتقول لو شباب يتكلم عن colorful. يبقى يقول هنا make colorful bags. صفحة اللي بعده كده بيكون عندنا exercise على الدرس التالت والرابع بيبدأ معايا بسؤال read and complete اللي هو تكملة القطع. بيقول هنا to live in a clean environment we mustn't throw our way stay. خلي بالك بيقول لك علشان نعيش في بيئة نظيفة لا يجب ابدا اننا نرمي المخلفات. طبعا اسمها throw away. يبقى رقم واحد عندي هكتفيها كلمة away. بعد كده نكمل مع بعض بيقول لي we must follow the three. جاء بالاختصار اللي هو rs reduce reuse and recycle. واضح كده ان rs دي يا شباب اختصار التلت كلمات اللي بيبدأ بحرف الر. اللي هم كلمات اعادة تدوير. بيقول لك لازم نتابع الكلمات تي to not our environment. علشان نحافظ عليها بيئتنا نظيفة. يبقى نحافظ اللي هي كلمة keep. يبقى رقم اثنين عندي هتبقى keep. اللي هي نحافظ يعني. بعد كده بيكمل معي ويقول لي when you go to school. لما نذهب الى المدرسة. you can help the other understand. لازم نعرف الناس باهمية اي يا شباب. طبعا باهمية بيئتنا اللي هي كلمة environment. يبقى رقم تلاتة هنكتفيها our environment. بيكمل بعد كده بيقول لي هنا try not to use too much water this way you not less water. طبعا عايز يقل الكمية المية اللي بتضيع. عايز يقول لك يعني سوف نهضر ما اقل بشكل اقل. اللي اسمها will waste less water. نرجع مع بعض كده الشباب. رقم واحد عندي هي كلمة away. رقم واحد هنكتفيها كلمة away. رقم اثنين هنكتفيها كلمة keep. رقم تلاتة environment اللي هي بيئة. رقم اربعة will waste. بعد كده بيكون عندي سؤال القطعة الكبيرة اللي هي علىها ست درجات. كل علينا لازم ما اقرأ القطع دي كويس جدا وترجمها قبل ما ابدأ حال. خد وقتك كنت بتقرأ القطع دي القطع دي مهمة على ست درجات. هنا سيبك توقف الفيديو دقيقة وتقرأ القطع على مهلك. لو في حاجة وفت معك اكتبها لي في التعليقات. نبدأ على بعد كده نحل بتلات اسئلة الاختياري اللي على القطع. بيقول هنا the passage اللي معناها القطع is about not the environment. القطع ديها باب عن a للبيئة. طبعا اللي هي القطع كويس جدا هيفهم انها making a different m. بعد كده بيقول هنا one can. سؤال الثاني one can help to recycle in his community by not his neighbors. خلي بالك كمية community اللي هي المجتمع يعني مجتمع بواسطة انه شجع جيران. طبعا من القطع بتحل من خلال القطع اللي هي encourage. بعد كده بيقول لي. نقط ازاي. اللي هي عكس كلمة decrease. طبعا عكس كلمة decrease اللي هي كلمة increase. الصفحة اللي بعد كده نكمل مبعض حل سؤال القطع بيكون عندي ثلاث اسئلة مقاليين. كبار كده بيقول هنا how should we help keep the environment clean. يعني ازاي بقى نقدر نحافظ على البيئة نصفة. من خلال القطع بتبدأ تحل كل الكلمات ده الشباب اللي هو بيقولها لي في القطع اللي هي بتعني اعادة تدوير الاشياء هو ده اللي يخل البيئة تفضل نظيفة. بعد كده بيقول لي what are the three are. بيسألني برضو على نفس الكلمات ايه هي التلات كلمات اللي بيبدأوا بحرف اللي هما يقدروا يقللوا اه او يحافظوا معي على البيئة. طبعا تقدر تقول له انهما reduce and recycle. السعال الثالث بيقول لنا how do you think teachers will help in recycling at school. ازاي بقى دور المدرسين في المدرسة طبعا هما يقدروا يعلموا الطلاب. نقدر انه they can teach student how to recycle waste. خلي بالك الاجابات دي كلها بتحلها من خلال القطع. لازم ترجع من القطع وانت بتحل. ايه ده عندي هو سؤال اختياري. سؤال اول بيقول لي we can put what we don't use in a notebook. نقدر نحط الحاجات اللي نستخدمهاش في صندوق a that help us to use it again. خلي بالك ده هيخلينا نقدر نستخدمها من تاني. طبعا شباب عندنا صندوق اسمه صندوق اعادة التدوير. اللي هو كلمة recycling. يبقى هنا تبقى recycling box. اللي هو صندوق اعادة التدوير. السؤال اللي بعده. قول لي and what is long thin piece of a material. يعني قطع ورفيعة كده بتستخدم كادا. cotton nylon or silk that is used in some time. طبعا تستخدم في الخياطة. طبعا ديها شباب هي الخيط طبعا عايز يقول لك. السؤال اللي بعده. بيقول لي هنا. her dresses are always of the latest fashion. بقول لك بقى السؤال the opposite of latest. يعني كلمة opposite اللي هي عكس او مضغط كلمة latest اللي هو الاحدث. طبعا كلمة traditional اللي هي بتساوي كلمة قديم. أو تقليدي يعني. السؤال اللي بعده. can you mint this broken chair. بيبدأ تسألني is the same meaning as broken. broken اللي هي مكسور. اللي بقى الكلمة اللي بتساوي كلمة broken. طبعا الكلمة smashed اللي هي معناها محطم برضو. السؤال اللي بعده. we can change the meaning of pensive. اللي هي كلمة pensive نضع نحط لها اي عشان تبقى اغلى. اللي هي costly by add the prefix. نحط لها اي يا شباب prefix. اللي هي ex. اللي هي expensive. اللي هي غالي الزمنين. بالسؤال اللي بعده. we can get the adjective from color. كلمة color نقدر نجيب منها الصفة باضافة اللي هي طبعا اللي هي في الاخر في طبعا. سؤال اللي بعده كده هو سؤال خلي بالك سؤال عبر عن خمس نواط عليهم خمس درجات. كل اللي عليك يا شباب ان انت هتشيل كلمة الغنط دي وتكتمكنها كلمة صح. هنا بقول لي what not. يبلي you do if you get bored. خلي بالك عندنا قاعدة اسمها قاعدة if بيجوارها مدرعة بسيط وقبلها مستقبل. طيب ده سؤال يبقى المستقبل عندي will. وبعدين الفاعل بين الفاعل في المصدر. فهنا اقول will you do? يبقى اقول what will you do? السؤال التاني بيقولي I don't mind not wait. طبعا كلمة mind من الافعال اللي بيجي وراها فعل وضف له ing. ان الافعال دي اتحفزها شباب لان دي حاجات مهمة جدا. يبقى هنا اقول له كلمة waiting. يبقى هنا اقول له waiting. السؤال اللي بعده بيقولي هنا Sandy. وبيقولي not lead if the train. خلي بالك برضو if جي وراها هنا is. طبعا ده مدرعة بسيط طبعا ما if جي وراها مدرعة بسيط يبقى لها مستقبل. مستقبل يبقى will will مصدر. will والمصدر عندي اللي هو بي. انا اقول له رقم تلاتة هتبقى will be. السؤال اللي بعده ولي when I wake up I not call you. نفس الكلام برضو when او if جي وراها مدرعة بسيط الزمن الثاني على طول will والمصدر. will عندي. نقصة فهنا اكتب will. will مصدر اللي هو call زي ما هو كده. will call. السؤال اللي بعده ولي we should avoid نقاط leave. خلي بقى لك برضو عندنا الفعل avoid من الافعال اللي بيجي وراها الفعل مطفلوق ing. فكل علاية ان انا هضيف للفعل ده ing. وخليك ده اندر من أجل زي ما هي موسيقى سلطر اللي هو فاقليك بي. لانسر الزمنه قد يعطي إلى محامم سلطر اللي هو من سلطره